استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم الأربعاء معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي ورحب سموه بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي وحمله خالص تحياته إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وصادق تمنياته له بدوام الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والرخاء جاء ذلك في مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل بدبي وتم خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وما تشهده من تطور في مختلف المجالات في ضوء التنسيق والتشاور المستمر على كافة الأصعد وسبل تعزيز الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين الشعبين الشقيقين وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة في الدولتين ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك كذلك تطرق اللقاء إلى استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ترجمة نانسي قنقر